بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النهاردة هنكمل في الساينس جريد فور فيرست تير سيم وان وزا ما احنا عارفين الأمور إن شاء الله تبقى سهلة وبسيطة وزي ما عرفنا في الفيديو اللي فات احنا أخذنا طبعا بدأنا في كونسيبت وان واخذنا اكتيفتي وان اللي هي كان يو اكسب لين واخذنا اكتيفتي تو اللي هو البيانجوين ادابتشن صح كده طيب النهاردة ان شاء الله هناخد اكتيفتي 3 اللي هو بيتكلم عن ايه بيتكلم على أدابتيشنز فور سيرفايفل أدابتيشن فور سيرفايفل أدابتيشن يعني التكيفات من أجل البقاء أدابتيشن تكيفات فور سيرفايفل من أجل البقاء تمام you have known you have known لقد عرفت تمام لقد عرفت خلاص انت عرفت that adaptation ان الادابتيشن بيعمل اي الادابتيشن التكيف بيعمل ايه التكيف دي حاجة help living organisms بتساعد الكائنات الحية على ايه بتساعدها على البقاء تمام والريبرودكشن البقاء اللي هو survive تمام والريبرودكشن اللي هو التكاثر يبقى هنا adaptation help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem في النظام البيئي in which they live اللي هو بيبقى عايش فيه البيئة اللي بيعيش فيها يا جماعة ايه المشكلة ان شاء الله الموضوع سهل ناو الآن you will study camouflage كلنا عارفين كلمة camouflage كلنا عارفين ان شاء الله هنبقى كلنا عارفين كلمة camouflage معناها بالعربي اللي هو التخفي او التمويه ان انا بعمل camouflage بعمل camouflage ان انا بخفي الشيء كده عن عينيك كلام جميل تمام now you will study camouflage as an example for adaptation هيدينا camouflage كمثال لإيه للتكيف طيب الاول نعرف يعني ايه camouflage سهل و بسيط والله بإذن الله it is an example بيعرف لي دلوقت الcamouflage كتعريف scientific definition اللي هو التعريف العلمي بتاعه it is an example انه مثال عندنا دلوقت عرفنا الاختلاط او الامتزاج مع مين with the surrounding environments with the surrounding environments اللي هي البيئات المحيطة سهل الcamouflage انا شايفه بإذن الله انه سهل بإذن الله رب العالمين يكون سهل على اطفالنا camouflage it is an example of adaptation in which some animals hide from their predators or their preys by blending in الامتزاج أو الاختلاط with the surrounding environments ننتقل ونقول adaptation of some animals to survive منعرف اي حيوان اي نبات اي انسان بيعمل adaptation بيكون بهدف survive بهدف الحياة and reproduction التكاثر يبقى adaptation of some animals to survive in their environments في البيئات اللي هي عيشة فيها through camouflage الحيوانات بتستخدم الcamouflage عشان تقدر تعيش هاي يدينا المسال رقم واحد اللي هو polar pair الدب القطبي كل حيوان من الحيوانات ديت هنعرف في حاجتين سهل وبسيط هنعرف حاجتين الهبيتات بتاعه اللي هو الموطن والادابتيشن بتاعه بيعمل اي عشان يقدر يعيش في الموطن اللي هو عيش فيه طيب بالنسبة لل polar pair ال polar pair الهابيتات بتاعته the architect region architect region عيش فيه المنطقة القطبية سهلة جدا هاي تمام it is adaptation طيب بيعمل اي بقى ربنا خلقه وكيف جسمه ربنا خلقه وكيف جسمه انه يعيش في المنطقة البردة دي اللي ممكن اي حد تاني سواء انسان او حيوان ما يقدرش يعيش فيه بس ربنا خلق ال polar pair علشان يعيش في المنطقة دي فربنا خلقه ازاي او عمله تركيبات ايف جوا جسمه تخليه يقدر يعيش في المكان ده اه it has white and sick fur ربنا خلق له الفرو بتاعه الابيض السميك فرو ابيض وسميك طيب it is white fur ماشي هذا الفرو الابيض بيساعده بيساعده على ايه هيساعده على التعريف بتاع الكاموفلاج انه هو blends blends in انه هو يمتزج هيمتزج مع ايه with the snow انه هو يبقى شكله نفس شكل البيئة اللي هو فيها البيئة السلجية يبقى it blends in with the snow as it snakes up علشان يتسلل يتسلل ويروح اياكل الفريسة بتاعته on its prey تمام تمام ندخل بقى البرون بير and dark بير وبإذن الله نلخص برضو الورقة دي كلها على بعضها في كلمتين ان شاء الله كل حاجة هنحن نلخصها في كلمتين طيب البرون بير والدارك بير الهبيتات بتاعهم بيعيشوا في الفورس الفورس اللي هي الغبات اللي هي الغبات طيب الادابتيشن ربنا خلق فيهم ايه يخليهم يتكيفوا يخليهم يتكيفوا مع البيئة اللي هم عايشين فيها they have dark fur ربنا خلق لهم فرو غامق فرو غامق كلام جميل طيب يعمل فيهم الفرو الغامق ده بيساعدهم في ايه to help them stay hidden يتنيهم برضو متخفين نفس التعريف بتاع الكامفلاج يا جماعة زم يبقى they stay hidden بيستخبوا فين among يعني بين زي بتساوي كلمة between بالزبط يبقى among the trees as they hunt علشان ينقض على الفريسة بتاعته تمام خلصنا الصفحة خلصنا الصفحة يلا نقول الكلمتين الاختصار اللي المفروض الطفل يعرفهم يعرف بس تعرف الكامفلاج والكامفلاج يعرفه انه هو هو عبارة عن مثال للأدابتيشن an example for adaptation يحصل فيه بعض الحيوانات تتخفى من مين هتتخفى من مين يا إما من فريستها يا إما من فريستها يا مفترسها طيب يبقى hide from their predators or their prey فريستها by blending in انها تمتزج وتختلط بالطبيعة اللي حوليها والكامفلاج يبقى نعرف الكامفلاج تعرفه مثال للكامفلاج الهابيتات architect يا أستاذ الادابتيشن عنده white thick fur white thick fur بيعمله الwhite fur بيخليه blend in with the snow تمام as it snakes up on its prey تمام خلاص خلاصنا brown bear and dark bear habitat forests adaptation بيعمل عنده they have dark fur help them stay hidden among the trees as they hunt all تمام تمام جد بإذن الله الموضوع يبقى سهل وبسيط على الأطفال والله أنا معاكم ويعني حاسس بيهم أنا عندي طفلتي في سنة رابعة وحاسس بيها كم معلومات جامد جدا بس هنعمل ايه لازم برضو نحن نساعدهم ونشوف بإذن الله يعني ربنا يكرمهم جميع إن شاء الله ناخد المثال الثالث والمثال الرابع ودي بقى كده ان شاء الله خلصنا لسنوان المثال الثالث كراكال and فنيك فوكس كراكال ده اللي هو الوشق الوشق الأحمر اللي هو في الصورة ده كراكال تمام والفنيك فوكس اللي هو سعلب الصحراء ابن اللازينة ده طيب برضو كل واحد هنعرف فيه كلمتين الهبت الهبتات بتاعته اللي هو بيعيش فيها الموطن اللي بعيش فيها والأدبتشن بتاعه بيحصل ازاي ربنا خلق جسمه بأي تركيب الهبتات بتاع الكراكال وبتاع الفنيك فوكس اللي اتنين بيعيشوا فين in the desert in the desert كلام جميل بيعيشوا في الصحراء طيب الادابتشن ربنا خلق له حاجة اسمها sandy colored fur أو ممكن اقولها بطريقة تانية tan colored fur يعني ربنا خلقه بفرو رملي اللون علشان يتخفى بقى في الصحراء مش هو مش هو مثال الكاموفلاج رملي الصحراء أصفر فربنا خلق له الفرو بتاعه أصفر نفس اللون الرمل ولذلك سموه sandy colored fur أو ممكن مش احنا لما بنروح البلاج عشان ناخد تان لون جسمنا بيتغير من اللون الفاتح لللون الغامق برضو الفنيك فوكس هو الكراكال ممكن نقول عليهم tan colored fur يعني فرو بلون الصمرة طيب ربنا خلق التركيبتين دول التركيبة ديت هي تركيبة واحدة بس ممكن نقولها بطاقية طريقة تعجبنا يا إما sandy colored fur يا tan colored fur طيب عشان ايه to help them عشان تساعدهم سواء الكراكال أو الفنيك فوكس تساعدهم to hide نفس تعريف الكاموفلاج والله to hide and blend in with desert land escape معه عشان يختفي ويمتزج مع المناظر الطبيعية الصحراوية ناخد المثال لقم اربعة باختصار أنا بقول باختصار ونحن بقى بإذن الله نفهم الأطفال كل اللي احنا عايزين نعرفه كل حيوان الهابيتات بتاعه ايه الادابتشان اللي بيحصل ايه some types of lizards number four some types of lizards يعني بعض أنواع السحالي سحلية وسحلية وسحلية يبقوا سحالي تمام تمام برضو هنعرف الكلمتين اللي احنا خلاص بقى اللعبة اللي احنا عرفناها هنعرف الهابيتات ايه تمام والادابتشان ايه تيجوا للهابيتات some types of lizards بعض أنواع السحالي living بتعيش فين بعضها بيعيش in the desert في الصحرا while while بينما other types في أنواع تانية بنت لازين بتعيش فين living other environments بتعيش في بيئات أخرى among احنا اختفقنا among بتساوي كلمة between يبقى among يعني بين quite colorful rocks بتعيش بين الصخور الملونة تماما كلام سهل وبسيط يبقى عندنا بعض السحالي بتعيش في البيئات الصحراوية بتعيش في الصحرا وفي بعض السحالي التانية بتعيش بين الايه الكويت colorful rocks الصخور الملونة تماما بنفس لوني السحلية بنت اللازينة ولذلك يبقى من الصعب عليك أنك تشوفها وهي واقفة على الصخرة عرفت خلاص أنا دلوقتي الهابيتات مش محتاج أقول فيه تاني حاجة كل اللي هعمله دلوقتي أننا هعرف الادابتيشن ربنا خلقها إزاي وركب جسمها إزاي أن هي تعمل كاموفلاج بنت اللازينة سبحان الله رب العالمين زي هاذ كالارفول سكيلز ربنا أبدع خلقه فيها وعمل لها حرشيف أو قشور ملونة بنفس لون البيئة اللي هي عايشة فيها ذات ميك زيم بتجعلها هارد تو سي أمانج زاروكس يعني بيجعل من الصعب رؤيتها بين الصخور فمحدش يقدر لا يفترسها وهي تقدر برضو تفترس الفريسة بتاعتها تمام تمام بيت هيقلي الموضوع كده إن شاء الله بقى سهل خدنا الكركال والفينيك فوكس هنعرف هابيتات أدابتيشن خدنا سام تايبز أوف لزردز نعرف هابيتات وأدابتيشن يلا check your understand اعرف يا بابا ويا ماما انت فهمت أب لا افحص افحص فهمك افحص فهمك بقى دلوقت الأب والأم وهم اللي بيفحصوا الفهم مش إحنا اللي بنفحص فهم الأطفال إحنا نفسنا عايزين نعرف الكلام ده put true or false بيديني سؤالين حط true or false polar pair الدبا القطبي has a dark fur to blend in with the snow هال الدب القطبي ده ابن اللزين ده ربنا خلقه بدارك فر بفار وغامق عشان يمتزج ويختلط بالإسنوء أكيد طبعا فولس أكيد طبعا فولس الإجابة فعلا ربنا خلقه بوايت ثيك فر طيب السؤال رقم اتنين في المناطق في المنطقة القطبية في المنطقة القطبية يعني بيقوله في المنطقة القطبية سعلة بالصحراء هو فريسة تمام؟ فريسة يونج بولر بير لا ولا الفينيك فوكس بيعيش في البولر ريجن ولا البولر بير بيعيش في الدزيرت ولذلك فولس يأخذ يأخذ باي بولر بير بيتسلل بيتسلل ايه؟ بيتسلل ايه؟ البولر بير بيأكل مين؟ هياكل مين من الحاجات دي اللي تحت ديات نختار واحده هياكل البنجوين ولا ياكل الكامل ولا الفينيك فوكس ولا الطيجر هيبقى هياكل البنجوين يبقى بيتسلل عشان ياكله تمام طب ليه اخنا اختارنا البنجوين عشان هو اللي بيعيش في البرار ريجن ليه ما اختارناش التلاتة لان التلاتة سواء الكامل الفينيك فوكس الطيجر دولت بيعيشوا في الديزرت تمام اشوف الشوكم بخير عجبكم الفيديو بإذن الله دوس لايك اعمل شير عشان الكل يستفيد ونكمل معاكم بإذن الله وإن شاء الله نقدر نوصل لأطفالنا المعلومة سهلة وبسيطة وربنا يكون فعولهم إن شاء الله على خير كده نقابلكم في فيديو آخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته